السلام عليكم اليوم سنتحدث عن الاستعاراض العسكري الذي قام به الجيش الجزائري بمناسبة الاستقلال والشباب والذي يعتبر واحد من أكبر وأعظم الاستعاراضات الجوية في العالم وهذا لأسباب التي سوف أشرحها لكم في هذا الفيديو الاستعاراض هذا فيه أربع أشكال من الاستعاراضات تكون من أربع أشكال في القمة من ناحية الوسائل والتقنيات المستعمالة الاستعاراض الأول هو الاستعاراض انتع تمويل رافيطايمون انتع طائرات الحربية المقاتلة في الجو وهذا الاستعاراض اللي راني نشوفه فيه الآن نستعملوا عملية تتزويد زوج طائرات في نفس الوقت وهذا قليل من دول العالم لتقدر تدير هذا الاستعاراض هذا العملية والعملية هذه هي في الأغلب تضمن طائرة واحدة أما الآن نشاهد زوج طائرات يتم تزويدها بطائرة كبيرة من طراز إليوشين للتزويد للطائرات المقاتلة إذن العملية الأولى فيها زوج طائرات تنتع تزويد العملية الثانية وهي اللي راني نشاهد فيها الآن هي عملية استعاراض الوان العالم الجزائري واللي تستعمل فيها 8 طائرات نتع استعاراضية هذه مش استمش طائراتها حربية هي طائرات استعاراضية وهذه قليل من دول العالم اللي داروا مثل هذه العمليات الاستعاراضية إذن هذه العملية الثانية دوق نشوف نروح للعملية الثالثة وهي باستعمال طائرات مقاتلة يبقى هنا ما زلنا في العملية الاستعاراض على الألوان العالم دوق نروح للعملية الثالثة وهي عملية باستعمال طائرات مقاتلة من آخر طراز سوخوي 30 وباستعمال 10 طائرات في نفس الوقت وهذه العملية هي أكبر عملية ممكن استعملت فيها طائرات الحربية في العالم كان بعض دول اللي قامت بها مثل روسيا والاتحاد والإيطاليا والولايات المتحدة وهي أكبر عملية لم يشهد العالم أن عملية مثل هذه وقيمت بأكثر من 10 طائرات حربية وهنا نشوف 10 طائرات حربية في نفس الوقت وهذه تعتبر عملية من آخر يعني من أكبر العمليات الاستعاراضية بالطائرات الحربية الحية ليس طائرات استعاراضية دي طائرات حربية يعني من ناحية السرعة وتحكم في السرعة وتحكم في البعد ما بين الطائرات وتحكم في التقنيات السنكرونيزاسيون التحليق إذن هذه العمليات التالية اللي فيها 10 طائرات حربية وهي كما قلنا من القلائل الدول القلائل اللي قامت بها الاستعاراض الاستعاراض الرابع فيها الاستعاراض هذا هو أكبر استعاراض جوي في العالم حيث أنه يستعمل 24 طائرة في نفس الوقت وهذا يعتبر في حذاته رقم قياسي من ناحية العدد انتاع الطائرات المستعملة في نفس العرض والذي كما قلنا هو 24 طائرة استعاراض إذن هذا هو الموضوع اللي حبينا نتكلم عليه المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيى الجزائر حرة أبية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر